موسيقى موسيقى الناس اللي بتتناول اكل بيحتوي على توم او بصل او يعني اي حاجة لها رائحة نفزة وده طبعا لا يعد مشكلة ده ممكن نتعامل معه بشكل بسيط جدا ان احنا بنتناول قليل من البقدونس يعني البقدونس ده مهم جدا رغم ان الناس ممكن تتخيل انه ممكن ما يجيبش نتيجة لكن في دراسات اجريت على البقدونس ويثبت انه اي انسان يتناول اكل بيحتوي على بصل او توم او اي شيء بيحتوي على رائحة نفزة لو تناول قليل من البقدونس ده بيتخلص تماما من الرائحة الكريهة اللي نتيجة عن اكلات معينة او بيستعمل حاجات بتحتوي على الكولروفيل والكلروفيل ده او المنتول طبعا الكولروفيل ده موجود فيه منتجات كتير جدا سواء في اللبان او بعض المضمضات لكن احنا اللي يخصينا اكتر رائحة الكريهة اللي لها اسباب متعلقة بصحة الفم والاسنان الرائحة الكريهة اللي لها علاقة بالاسنان عندنا ممكن يكون فيه رواسب جيرية فيه الناس اللي ما بتخسلش اسنانها مباشرة بعد الاكل باية الاكل مع اللعاب او الملح الموجود في اللعاب بيكون حاجة اسمها بلاك ودي طبق بيضة لو المريض ما غسلش اسنانه المادة دي بتتكلس وبعد كده بتكون رواسب جيرية دي احد الاسباب التي تؤدي الى الروائح الكريهة للفم فيه برضو عندنا ما يعرف بيه البايورية او تقيح اللسة تقيح اللسة احد الاسباب التي تؤدي الى الروائح الكريهة للفم او ما يعرف بيه الدنتل بوكتس او الجيوب الصددية بين الاسنان ايضا التهبات المتكررة للسة دي احد الاسباب دي الحاجات المتعلقة بالاسنان برضو عندنا التساوس الاسنان لو كان هذا التساوس تساوس بسيط او عميق عندنا لو فيه درس بايز خالص تالف ووصل للعصب واهمل فادى الى تكون صديد وبالتالي الى تكون خرديج دي برضو احد الاسباب التي تؤدي الى الروائح الكريهة للفم دي الحاجات ببساطة اللي بتسبب لنا الروائح الكريهة للفم فيه حاجات تانية مش متعلقة بالاسنان زي ايه زي الناس اللي عندهم التهاب مزمن في اللوزاتين او الناس مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في الجيوب الانفية ايضا دي احد الاسباب التي تؤدي الى الروائح الكريهة للفم يبقى احنا عندنا حاجات متعلقة بالاسنان وحاجات ملاقش علاقة خالص بالاسنان الحاجات المتعلقة بالاسنان زي ما قلنا اول حاجة الرواسب الجيرية الالتهابات الليسة المتكررة والنزيف الليسة البيورية او التخيوحات الليسة الحاجات اللي هي غير متعلقة بالاسنان عندنا التهاب اللوزاتين او الجيوب الانفية طب ازاي نعالج الروائح الكريهة للفم يمكن ده سؤال مهم قوي بنلاقيه كتير قوي في عياداتنا كتير جدا في عياداتنا الناس بتسألوا وخاصة ده منتشر بين الفتيات ازاي نعالج الروائح الكريهة للفم اول حاجة لازم نروح للدكتور الدكتور بيقوم بفحص الاسنان وبفحص الليسة وعلى اساس المشكلة اللي بتقابله هو بيتعامل معه فمثلا اول حاجة لو لقى رواسب الجيرية هي السبب بيتعامل مع الرواسب الجيرية وبيشيلها كنا زمان او كان زمان الناس بتخاف قوي من انها تروح عيادات الاسنان او تشيل الرواسب الجيرية لانها كانت بتتشال بطرق تقليدية لكن دلوقتي عندنا في حاجات الالتراسونيك او الموجات الصوتية يعني ممكن نشيل او نتخلص من الرواسب الجيرية بالموجات فوق الصوتية وده يعني ممكن يتم في جلسة واحدة بس يعني مبقاش زي زمان على اكتر من جلسة لا ممكن جلسة واحدة بس نشيل فيها كل الرواسب الجيرية لو كان فيه التهابات في الليسة الدكتور بيصف العلاج المناسب للتهابات الليسة وبالتالي نتخلص من الروائح الكريهة طيب لو كان عندنا بقى فيه تسوس في الاسنان والله لو كان هذا التسوس بسيط بيتعامل حاجة اسمها علاقة تحفظي او حشوات الحشوات دي فيه منها انواع كثيرة جدا فيه منها حشو الامالجم او ما يعرف بالناس بتعرفه في العادات بالبيلاتين او حشو بالكمبوزيت او السراميك ودي الحشوات الناس بتقول عليها حشوات بالليزر او اللي هي ما بيبنانش يعني ايا كان نوع الحشو او ما بنحشي خلاص الرائحة الكريهة لو كان السبب من تسوس الاسنان بتختفي تماما الرائحة الكريهة عندنا لو كان اذا التسوس عميق لو التسوس عميق بنتعامل معاه بشكل مختلف تماما بنعمل حاجة اسمها بالب كابينج او علاج عصب يعني فيه مادة اسمها الكالسيم هيدروكسايد بنحطها مباشرة على العصب سواء اذا العصب كان مكشوف او فيه طبقة بنسيب طبقة بعد ما بنشير جزء كل المسوس بنسيب جزء بسيط خالص من طبقة العاج وهي طبقة السفلية اللي تحت طبقة المينة وبنضع الكالسيم هيدروكسايد او هذه المادة وبعدين ودي بنسميها يعني كأنها تغطية عصب زي الناس ما بتقول بعد كده بنضع مادة اخرى ثم نضع الحشو قدام لو كان العصب تلف او وصلنا مباشرة للعصب بنعمل حاجة اسمها علاج جزور او ما يعرف بيه حشو العصب يعني فيه ناس كتير جدا تقول على علاج الجزور ده حشو العصب وناس تقول تمويت عصب وناس تقول كية عصب لكن كلها مراضفات لمعنى واحد وهو ان احنا بنزيل الالم ونحافظ على الدرس وده البديل على فكرة يعني الناس كتير او بديل الخلع يعني الناس كتير او زمان كانوا لما الدرس يصل لمرحلة الم فضيع جدا وما ينفعش معاه العلاج التحفوزي او الحشو العادي على طول بيخلعوا لكن حديثا بنعمل علاج الجزور علاج الجزور ده بقى سهل جدا وبيتعامل ممكن في جلستين او كمان ممكن في جلسة واحدة لو البلب فيتل يعني لو البلب حي مش مش بقى مات وتحلل وعمل صديد غير زمان يعني زمان كان علاج الجزور ده او حشو العصب بتعامل في حوالي 6 جلسات ويمكن اكتر لو احنا عملنا علاج الجزور ده يبقى احنا كده تخلصنا تماما من الروائح الكريهة لو كان سببها انه الدرس حصل له تسوس وبعدين البلب او اللب السنة او العصب تحلل فنتج عنه الروائح الكية فاحنا دلوقتي علشان الناس اللي ما تمعتناش من الاول احنا بنتكلم عن الروائح الكريهة للفم واحنا قلنا ازاي نعالجها الاول نعرف سببها ايه وبعدين الدكتور بيتعامل معها لكن في علاج الروائح الكريهة الروائح الكريهة او نزيف الليسة لازم ده له ثلاث اتجاهات او ثلاث خطوط متوازية للعلاج الاول خالص انه الدكتور بيشوف ايه السبب وبيشيله لو كان الرواسب الجريهة سبب نزيف الليسة فبينشيل الرواسب الجريهة زي ما قلنا ومعها في نفس الوقت الهوم كير او البراشنج ازاي نخسل اسناننا الدكتور بيعلمنا ازاي نخسل اسناننا بطريقة اكاديمية وصحيحة على الاقل تلات مرات يوميا وبعدالاكل مباشرة وبنبدأ بالفك السفلي اولا ثم العلوي والمفووض يكون الفرشة في اتجاه واحد بس يعني لما نحط الفرشة على الليسة نضغط في اتجاه واحد يعني لو ده الفك السفلي مثلا بنحط الفرشة على الليسة ونضغط قوي في اتجاه واحد للفوق وبعدين نشيلها ونرجع تاني وهكزا بنكرر ده في الناحية اليمين ونحيا الشمال والاسنان من الأمام ونفس الأسنان السفلية من الداخل من ناحية اللسان لو ده الفك السفلي بنغسل من جوة كده تمام ونغسل برضو جنب اللسان من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال وبعد كده بنطلع للفك العلوي وبنغسله من الأمام ومن الخلف وبنغسل أيضا السطح الطاحن اللي احنا بننضغ عليه وكمان فيه فرش خاصة لللسان المفوضة ان احنا بنغسل اللسان في اتجاه واحد كل ده بيخلصنا من الرواح الكريهة للفم الاتجاه التالت ان احنا بنستعمل الأدوية اللي الدكتور كتبها والأدوية دي بتحتوي على أكتر من حاجة يعني بيبقى معجون أو جيل خاص بنزيف الليسة ومعها أيضا الفرشة معينة وده الدكتور اللي بيحددها سواء كانت الفرشة دي صفتة أو نعمة أو فرشة هارد يعني خشنة أو ميديم هي وسط هي مش نعمة قوي ومش خشنة قوي والدكتور طبعا بيعلمنا المفروض كله دكتور يعلم المريض بتاعه ازاي يستعمل الفرشة والمعجون لان ده مهم جدا لو الدكتور نضف الأسنان والمريض ما استعملش فرشة والمعجون كأنه ما عملش أي حاجة فمهم جدا أو غسيل الأسنان أو العناية بالصحة الفم في المنزل ده مهم جدا وده يمكن الجزء الأكبر في الحفاظ على صحة الأسنان لو نعلنا الموضوع مهم يمكن بنلاقيه في عيادتنا موضوع تبييد الأسنان موضوع تبييد الأسنان ده كان زمان تبييد الأسنان كان بكيمائي يعني الدكتور بيحط مادتين على بعض مادتين زي المعجون بيحطهم على بعض وبعدين المريض بيلبسها لفترة معينة وبيكرر موضوع ده أكتر من مرة فبينلاقي أنه الأسنان لونها فتح للدرجة اللي المريض عايزها لكن دلوقتي بقى فيه تبييد الأسنان بالأشعة الضوئية أو ما يعرف بالليزر وده ممكن يتم في جلسة واحدة المريض بيختار الدرجة اللي هو عايزها من درجة تفتيح لون السنة والدكتور بيعمل عزل للليسة الأول وبعدين بيدهن مادة على الأسنان وبعد كده بيوصلت الأشعة الضوئية أو الليزر على الأسنان فبنصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى إلى الدرجة اللي احنا عايزينها من تبييد الأسنان وده بطمن الناس أنه مش مؤلم أصحيح بعد تبييد الأسنان بالأشعة الضوئية بيحصل حاجة اسمها الهايبر سينستيفتي أو حساسية الأسنان وده طبعا يعني ما فيهاش أي مشكلة خالص لأنه الدكتور بعدها بيدي نوع من المضمضة مضادة للحساسية ونوع معين من المعاجين مضادة أيضا للحساسية وده بتقعد فترة بسيطة وبعدها بيختفي تماما هذا الموضوع يعني احنا بنطمن السادة المشاهدين أنه موضوع تبييد الأسنان ده بقى يعني بقى سهل جدا مش زي زمان يعني احنا عندنا يعني اكتر من سؤال او رسائل جات لنا انا هقراها لحضراتكم وهنجوب على كل رسالة يعني احد المتصلات بتقول زوجي دائما رائحة فمه كريهة حتى بعد الأكل وأثناء النوم أثناء النوم بيكون فمه مفتوح وعندما يستيقظ لا تطاق رائحة فمه وهو دائما يخرج بلغم وهو لا يعاني من مرض مزمن ايه الحالة احنا بنقول للمتصلة الكريمة انه الموضوع ده بسيط جدا احنا بننصح زوج حضرتك انه قبل ما ينام لازم يستعمل الفرشة والمعجون لازم يتأكد تماما انه ما فيش بأي أكل بين أسنانه بمعنى ايه؟ أسنانه كويس بالفرشة والمعجون ثانيا يستعمل الدينتال فلوس او الخيط الطبي وطبعا المريض المفروض يسأل الدكتور فيتاعه ازاي يستعمل الخيط لانه له طريقة معينة في استخدامه او بنستخدم بعض السوائل سواء كانت مضمضة او فيه السوائل بتتحط في أجهزة معينة وبدغطة معينة بتشيل بقية الأكل وتعطر الفن ده مهم جدا قبل ما ننام كلنا لازم نتأكد تماما انه ما فيش بقية أكل بين أسنان هو بتقول انه هو بينام وبقه مفتوح بقه مفتوح ده ممكن يكون عنده مشكلة ممكن يكون عنده مشكلة في الحاجز الأنفي او في الجيوب الأنفية وده بننصحه انه يتوجه لطبيب الأنف والأذن والحنجرة ويحدد المشكلة ويتعامل معها فيه سؤال تاني من احد المتصلين او المتصلات بيقول وعاني منذ الصغر من تقرحات الفم واللسا لفترات مختلفة في السنة وعندما تختفي قرحة تبدأ الأخرى في الظهور هو في الحقيقة ده لا يعد مرض يعني تقرحات او الأفسس زي ما هي معروفة علميا لا تعد مرض سببها له أسباب كثيرة جدا ممكن هو مرض يتعلق بالمناع يعني ممكن يكون فيه مشكلة ما في المناع او مرتبط بالحالة النفسية يعني ده يظهر دايما للناس اللي عندهم امتحانات الطلبة يعني ده منتشر اكتر في الطلبة او الناس اللي تعاني من امراض نفسية او فيه حاجات بتشغلها فاحنا بنقول لها هي كده كده القرحة دي بتختفي لوحدها من خمسة لسبعة تيام لكن في الفترة اللي موجودة فيها القرحة ممكن نستعمل بعض الجل فيه نوع من الجل اللي بنستخدمه علشان يقلل الاحساس بالقلم لأن احنا عارفين قد ايه القرحة دي بتبقى مؤلمة هي عادة بتظهر هي بتقول هنا في الفم ممكن تظهر كمان في اللسان فبتبقى مؤلمة جدا لان حركة اللسان اثناء الكلام او الماضر فاحنا فيه نوعين فيه جل ممكن ندهنه وفيه كمان اسبري فطبعا غير مسموح ان احنا نقول اسماء المنتجات عشان ده يعد اعلان لو رحنا لرسالة تانية الحمد لله لقوا عاني من تسوس في اسناني او التعبات في اللسة ولكن المشكلة ان لسة تيه لونها غامق جدا علما باني مدخنة ولكن اللون الغامق ولكن اللون الغامق موجود من قبل التدخين موضوع الوجود لون اسود او بوني في اللسة ده مش مشكلة خالص ده بيبقى فيه حاجة اسمها الهايبر بيجمنتشن فيه جزء من البيجمنتش او السبغات فيه حاجة اسمها الميلانين بيجمنتش او سبغة الميلانين سبغة الميلانين دي هي اللي بتصبغ الجلد بتاعنا ففيه جزء منها بيروح مباشرة لللسة وبيترسب في الجزء ممكن في الجزء الامامي من الفك في اللسة يعني فوق او تحت او في الجزء الخلفي وبيعمل لون غامق وده ممكن يختفي لوحده وهو طبعا بيزيد مع الناس المدخنين هي المتصلة بتقول ان انا مدخنة لكن اللون الغامق ده موجود قبل كده لكن احنا بنقول لها انه التدخين بيزود اللون الغامق ده او السبغات لكن ده شيء طبيعي وممكن يختفي لوحده في اتصال اخر بيقول او رسالة اخرى بتقول عندي انحصار في اللسة واخشى ان تسقط اسناني مع العلمة ان اسناني سليم انحصار او ضمور اللسة ده سبب وقيه له اسباب كتير جدا اول سبب يمكن الناس مش وقدة بالها منه قوي هو الاستعمال الخاطئ للفرشة يعني الناس كتير جدا بتستخدم الفرشة بشكل افقي هو المفوض استخدام الفرشة بشكل رأسي يعني الفك السفلي من تحت لفوق والفك العلوي العكس من اعلى لأسفل لكن فيه ناس بيستخدم الفرشة بشكل افقي وده طبعا مع الوقت بيعمل اكتر من مشكلة يعمل لنا حاجة اسمها الايروجين او تآكل في طبقة المينة وده بيخلي المريض يحس بقلم مع الحاجات السعوى سخنة وموضوع ده هنكلم عليه باستفادة وبيعمل حاجة مهمة او الناس كلها بتشوفها وهو انكسار او انحصار او ضمور اللسة يعني لقى اللسة بتكش تحت ويحصل لها ضمور ومع الوقت يحصل تآكل في اللسة وبعد كده يحصل تآكل في العظام المحيطة بالاسنان اللي هي مسكة الاسنان ودعمة لوجود الاسنان يعني يحصل لها تآكل وبع الوقت يحصل خلخلة في الاسنان وبنلاقي المريض جاي يشتكي ان اسنانه بتتلخلخ ومع الوقت ممكن تقع لوحدها لو ما كانش في علاج سريع وسليم فاحنا بنطمن المتصل وبنقول له انه الموضوع ده معنا اتصال علو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل ازايك يا مبتو رحمة الله يسلمك مستوى سفايز تفضل انا كنت عايز بسأل حضرتك بس على سؤال كده انا بيطلع لي خراك في بيختي ايوه دايما يختفي ويردع تاني وانا اخبر لي مش مسويس اغلال تمام اه يعني الخراك بيطلع ويختفي اه الخراك بيطلع تحت الدرس كده واخذ لي ملبحها وابعدين يختفي تاني طب واشه حضرتك بيورم ولا ما بيورمش يعني في واحد محصو انا بيورم بسورم خفيف اوي يعني بيورمش اوي يعني ما باخذلوش الهايدوتك يعني ولا حاجة تمام يعني انت بتخدش اي ادوية ولا بتاخد لا بيورمش اي ادوية خالص خذ لي حاجة بيورمشتها كده كراسيف ولسيف كده تمام تم حقيق بتاخد علاجات لاي حاجة تانية غير الاسنان اه شكر علاج شكر طيب يا فندم في اي اسئلة تانية شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك هنجاوب على المتصل استاذ فايز بيقول انه عنده خراج في اللسه او خراج الخراج ده له اسباب كتير جدا يعني ممكن يكون خراج نتيجة ليه وجود تساوس هو مش عارف يعني فيه حصل تساوس في الدرس والتساوس ده تساوس عميق فادى الى وصول العصب وبعدين بيعمل العصب ده بيتحلل فيعمل خراج فاحنا بننصح المتصل انه لازم يروح لدكتور ودكتور بيفحصه وبيعرف ايه السبب وبيتعامل معاه لو كان ده خراج والله من عشان الدرس مساوس الدكتور بيشيل العصب الدرس وبيتعامل مع الخراج بيفتح الخراج وبينظفه وبيغير على الدرس اكتر من مرة وبعدين بيعمل علاج جزور والموضوع ده بيختفي تماما وفي نفس الوقت بيوصف علاج دوائي وبيختفي هذا الخراج لو كان الخراج من اللسة يعني احيانا بيبقى الخراج نتيجة لوجود جيب صديدي او التهابات مزمنة في اللسة فبناخد العلاج المناسب وبعدها بيختفي تماما بنعمل علاج لسة وناخد علاج دوائي وبيختفي بعدها الخراج تماما لو رجعنا تاني للرسائل فيه متصل بيقول منذ فترة بدأت ألاحظ اسفرار في أسناني وعليها بقع صفراء مع أني أقوم بتنظيفها جيدا طبعا هبنطمن المتصل او صاحب الرسالة بنقوله انه ده شيء طبيعي جدا فيش اي مشكلة يعني لو احنا بنخسلش أسناننا بشكل منتظم يظهر الألوان سواء كانت صفراء أو بني ده للناس اللي تتشرب المياه الغازية خاصة الحاجات الملونة السودة يعني زي كوكاكولة والبيبسي والحاجات دي كلها مع أن الشركات ممكن تزعل مننا علوك تفضل تفضلي أستاذ عامل عليكم السلام تفضلي تحت عمرك انا عني سناني بتبتقلمني كثير لو انا كانت حاجة ساعة او شربت اي حاجة ساعة كون بسيطة كده لقيت سنانية ساعة ودرست واجعني تمام طب حقيقي بعد ما بتشرب الحاجة الساعة او السخنة بعد ما بتبلع الالم بيروح ولا بيفضل موجود لا بعدها في شوية كده الالم بيروح بعد البلاء او لو حاجة ده في بسيطة برضو طب حقيقي لما بتكل حاجات مسكرة برضو بيبقى فيه ألم ولا مفيش لا الحاجات المسكرة لأ اي حاجة ده في بس او حاجات بتاعة او اسناني التنقص لو كانت مفتخل حاجة لقيتنا يبتو بيعني تمام يا فندم فيه اي اسئلة تانية لا شكرا جدا شكرا لاتصالك مع السلامة مع السلامة طبعا الشؤال ده احنا كنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده دي حساسية الاسنان وده مرض حديث قديم بمعنى ايه بمعنى انه فيه ناس كتيرة جدا بتعاني من قلم مع الحاجات الساعة وممكن مع الحاجات الشخنة وممكن مع الحاجات الحلوة وممكن كمان لما بياخدوا نفس من بقه وبيروحوا للدكتور فالدكتور بيفحص الفم كلينيكيا وما بيلاقيش اي حاجة يلاقي الاسنان كلها سليمة مفيش تسوس مفيش اي مشاكل فبيقول لها والله دي حساسية اسنان طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه حساسية اسنان ويه اسبابها وازاي نعالج الموضوع ده حساسية الاسنان ده زي ما قلنا هو الاحساس مع السائع او السخنة او مع النفس او الحاجات الحلوة لكن امتى نقول ان دي حساسية السنان لو المريض زي المتصل الكريمة ما قالت ان انا بعد ما ببلع الالم بيوح فبندور ايه السبب في حساسية الاسنان ممكن يكون حساسية الاسنان ده نتيجة لوجود دمور في الاسنان يعني فيه جزء من عنق السنة ظاهر جزء من الجزر ظاهر من السنة وده ممكن يكون بسبب استعمال خاطئ للفرشة او ممكن يكون فيه حاجة اسمها كراك يعني فيه شرخ بسيط في طبقة المينة برضو نتيجة لاستعمال الخاطئ للفرشة او فيه كسر في السنة في الجزء الامامي العلوي يعني جزء من طبقة المينة الكسر فبرضو يعمل حساسية او لو فيه جيوب ما بين الاسنان يعني اللي سم مفتوحة فم معنا اتصال تاني السلام عليكم السلام ورحمة الله ازياتي دكتور احمد الله يسلمك كنت ليه عن حضرتك سؤال انا كنت حشو درس من 24 ايوا ورحت للدكتور فقال لي ان درسك ده محتاج لحشو عصر ايوا انا كنت بتعجيله ومسافرة حشو لحشو مؤقت فى الى الالم رحشو دكتور خالف الحمد للم تتريحة فده لي اضرار لما نرازل اروحي الدكتور او عادي يعني تمام فيه قلم طيب دلوقتي ولا ما فيش يعني مش على طول يعني عاليسة عادي بحس ان فيه زي كهربا اه او بحس ان فيه هوا سائع داخل فيتا تمام طب حقيقي لما بتشوي مية بتحس بقلم مع المية لا مش كل الاوقات والحاجات السخنة فيه قلم مع الحاجات السخنة لا 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 او فيه قلم ممكن يصحيك من نوم ولا بتنامي عادي لا لا عادي الحمد لله طيب الحمد لله هنرد لحضرتك فى اي اسئلة تانية شكرا لحاجاتك دكتور شكرا لاتصالك نرجع للسؤال الاول اللي هو حساسية الاسنان اه حساسية الاسنان ازاي نعالجها احنا الاول بنستخدم زي ما قلنا فيه انواع زهرة جديدة لحساسية الاسنان انواع من المعاجين الدكتور بيوصفها وفيه انواع يعني سريعة طبعا برضو غير مسوحة نحن نقول الاسماء لكن كل الاطباء عارفين انه فيه انواع جديدة جدا من معاجين الاسنان بتستخدم بنستخدمها بطريقة معينة لفترة معينة وبيختفي بعدها الاحساس تقريبا وده بياخد وقت تقريبا من شهر لست الشهور وبنستخدم معاها نوع من الماو سوشيز او المضمضة دي مضمضة برضو خاصة بحساسية الاسنان فده ما فيش اي مشكلة خالص وبنتمن المتصلة انه الموضوع ده بيختفي تماما من شهر لست الشهور لو احنا انتظمنا في الغسيل بالمعاجون الحساسية والمضمضة الخاصة بالحساسية اما المتصلة الاستاذة مونة بتقول انها حشت درسها من حوالي اربع سنوات وكانت مستعجلة فالدكتور عمل لها حشو مؤقت معنا اتصال اخر عليكم السلام ازيك يا دكتور الله يسلمك الحمد لله بص يا دكتور انا رحت اكشف عند دكتور زي حضرتك كده يعني ايوة فقال لي انت عندك درس العقل بتعبان شوية فقال لي لا درس العقل ما بيحشوهوش كلام ده مظبوط ولا حشوه طب فيه علم ولا مفيش ده علم شديد جدا طيب نجاوب لحضرتك حالا يعني بص يا دكتور يعني ان كان يتحشي قول لي انا راح يتحشي ما كانش يتحشي ما حشوهوش تمام تمام يا حج محمد تمام حاضر ماشي يا دكتور شكرا لحضرتك يا دكتور شكرا شكرا لاتصالك هنرجع تاني برضو للاستاذة مونة المتصلة التانية بتقول ان عندها حشة درسها من اربع سنوات فاحنا بنقول لها انه الحشو ده او اكيد مش مؤقت لان ما فيش حشو مؤقت يقعد اربع سنين اكيد الدكتور عمل حشو عمل حاجة اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هو علاج العصب او بيغطي العصب بمادة اسمها الكلسامادوركسايد وبعدين بيحط طبقة تانية اسمها السيمينت او طبقة بيسموها البيز يعني او القعدة وبعدين بيضع فيها الحشو الدين فاحنا بنقول لها انها لازم تستشير الدكتور ترجع للدكتور تاني وتشوف لو الله لو كان الحشو مؤقت انا اعتقد ان ده مش مؤقت طبعا لانه المؤقت ده ما بيقعدش اربع سنين خالص يعني فاتتطمن لو ده حشو مؤقت الدكتور يكمله لكن طبعا مش حاسة بقلم ان شاء الله ما فيش اي مشكلة خالص بالنسبة ليه الحج محمد بيقول ان درس العقل راح للدكتور وهو فيه تسوس وقال انه مش محتاج حشو بنقول له درس العقل ده لو كان التسوس بسيط بنحشيه ما فيش اي مشكلة خالص لكن لو كان التسوس جامد وهو بيحسس بقلم فالمفروض انه يتشال لانه درس العقل هو بيسأل درس العقل ينفع تحشو ولا وينفع يتحشي حشو عادي بس لكن ما ينفعش يتحشي حشو عصب او علاج الجزور اللي احنا بنعمله او الناس بتقول عليه ده حشو عصب او تمويت عصب ما ينفعش نعمله حشو عصب لكن ينفع نخلعه فاحنا بننصحه ان هو يروح للدكتور والدكتور هو ليحدد والله لو كان الدرس ده مساوس تسوس بسيط بيتحشي لكن لو كان فيه قلم ده اكيد واصل العصب وده المفروض يتخلص منه تماما ويتشال لو رجعنا بقى للرسال اللي احنا قلنا منذ فترة بدأت ولاحظ اسفرار في اسناني او تلون في اسناني ده سبغة السبغة دي نتيجة لتناول المشروبات زي القهوة والشاي والكافي ميكس والحاجات دي كلها والمشروبات الغازية ففيها عندنا لو هي ما بتتشالش بالفرشة بنروح للدكتور والدكتور بيتعامل معها بتنظيف العادي فبنرجع السنة لأصلها يعني بنشيل بنجيب مطور والركب فيه فرشة وفيه معجون مخصوص لتلميع الاسنان وبنشيل الاسفرار الموجود في الاسنان ده لو كان المريض او المريضة عايزة تفتح اسنانها غير اللون الطبيعي فبنعمل عملية طبيعي الاسنان بنتكلم عن فيه ناس كتيرة جدا بتسأل عن موضوع علاج جزور الاسنان او ما يعرف به في العيادات او في الشارع به حشو العاصر هو زي ما قلنا الاسم العلمي بتاعه لك جزور او الاندودونتكس تريتمنت استاذ عمل تفضلي تفضلي عندي وضع جامل الو الو تفضلي استاذ عمل تفضلي تفضلي حديك معانا عليها واتفضلي اي يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اه سعي يا دكتور عندي واجعة جامل في اللسة ايوة علوه اه جامل في الاخر خلص بقى ده هو ادرس العقل بقى بتوجعني جامل برضو تماما 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 يعني الالم في اخر الفك السفلي ولا ايه ولا في اللسة من الامام يعني وارا خالص ولا قدام اه اه الاتنين الاتنين وارا وقدام اه طيب في حيل نازل زي اللوز يعني هيجبوا تبلعي عادي ولا فيه الم في البلع اه واجع في دروسي من خالص من ورا واللسة واللسة في حيل حضرتك يعني فيه الم في البلع لما تيجي تبلعي فيه الم مع البلع عفوا لا طب في اي شكوى تانية ايه في اي اسئلة تانية لا شكرا شكرا لاتصالك لا لا شكرا شكرا لاتصالك استاذ اعمال بتقول انه فيه الم فيه اللسة هي اكيد تقصد هي طبعا قدامه ورا اكيد تقصد اكتر في منطقة المنطقة الخلفية اللي هي منطقة دروس العقل اه اه هي ده طبعا اكيد فيه التهاب فيه اللحمية المحيطة اه بدرس العقل وده موضوع بسيط جدا بناخد مضاد حيوي وبناخد حاجة مضادة للتهاب ومسكن ومضادة للتورم وبنستعمل مية اكسوجين تركيز عشرين في المية بنحط معلقة كبيرة على نص كباية مية دافية ونتمضم بيها ثلاث مرات وبعد كمان نستعمل مضمضة مية دافية وملح بس ما نزودش الملح بنجيب نص كباية مية وعلى طرف المعلقة الصغيرة ملح ونتمضم بيها يوميا عشر مرات ونعمل كميادات دافية لو كان فيه حيل او فيه صعوبة في البلع لانه احيانا التهاب اللحمية المحيطة بدرس العقل او لو درس العقل طالع بيعمل التهاب بيبقى نازل عادة معاه حيل او التهاب في الغدد اللينفوية والمريض ما بيقدرش يفتح بقه او ما بيقدرش يبلع كويس زي ما قلنا فيه ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني ايه علاج الجزور او بنعمله ازاي تفضل تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمدسك يا دكتور عامل ايه الله يسلمك الحمد لله ام عبد الرحيم تفضلي حضرتك انا عندي سؤال واحد بس عندي ابني عنده اربع سنين ايوة وعنده زي سبغة اسمان وكده عنده ايه سبغة اسود سبغة عنده سبغة اسود فاسمانه تمام ايه؟ لا مش عادي فالدكتورة عائلة اللي ممكن ندّسه ندّفيته باقتباره بسه موجود تمام تمام انتب حقيقي رجعت يعني بعد لما الدكتورة ندّفيتك هذا ندّفه تاني ولا هو يستعمل كورشة؟ تمام اربع سنين هو مش كده؟ هلو؟ اه اربع سنين اربع سنين طب في اي شكوى تانية؟ اي محضرتك يا دكتور في اي شكوى تانية؟ لا شكر لحضرتك يا دكتور شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك اربع سنين وعنده سبغة السبغة دي طالما الدكتورة شلتها او راحت للدكتورة وشلتها ادي اكيد سبغة مش تساوس فاحنا بننصحها نوع يستخدم فرشة ومعجون بس خاصة كمان يعني اربع سنين دا يعني لأسنان لسه لبانية فمفيش اي مشكلة يعني مش لازم تنظفها لا تشيلها يستخدم فرشة ومعجون عشان يتعود يستخدم الفرشة ومعجون عشان يتعود يستخدم فرشة ومعجون وكمان علشان ما يحصلش تساوس بعد كده وكمان عشان لما الاسنان الدايما تطلع احنا عندنا اول سننا دايما بتطلع ست سنوات الاسنان الامامية وبيطلع معها الدروس اللي هي رقم ستة في كل ناحية بيطلع واحد اتنين واحد فوق واحد تحت فالمفهوني احنا نستخدم فرشة ومعجون علشان نحافظ على الاسنان دي عشان الطفل دايما يتعود منذ الصغر انه يستعمل فرشة ومعجون بشكل منتظم فاحنا بنطمنها ما فيش اي مشكلة خالص يستخدم فرشة ومعجون وما يروحش نشيل السبغات ولا حاجة هي كده كده السنان دي هتبدل ان شاء الله زي ما قلنا علاج الجزور دا موضوع سهل جدا وبيتم ممكن في جلسة واحدة لو كان البلب فيتل او عصب السنة حي يعني ما حصلوش انه تحلل وعمل صديد فممكن نعمل هذا الاجراء في جلسة واحدة بس او يعني على الاكثر جلستين يعني غير زمان خالص وبدون قلم يعني مفيش قلم خالص في موضوع علاج الجزور وده الحل يعني بيقول للسادة المشاهدين ان علاج الجزور ده هو الحل الامثل في هذا القرن يعني ليه قلم الاسنان يعني احنا بيجينا في العيادات ناس متقلمة بشكل فضيع جدا من الاسنان يعني مش عارف ينام بياخد كل المسكنات ومش جايبة نتيجة مش قادر يشرب مش قادر يأكل فاحنا بجلسة واحدة بس بنشيل العصب خالص المريض يرتاح خالص بعد كده بيجي في الجلسة التانية بنحط الجتابيركة او الحشو والمريض بيرتاح جدا وممكن كمان من اول جلسة المريض بيرجع وبياكل ومفيش اي مشاكل خالص وبيحس كأنه ما كانش فيه قلم كأنه كان يعني زي الناس ما بتقول باللغة الدرجة كأنه كان بيتحجج يعني فحشو العصب ده الاول بننظف بنشيل الجزء اللي سوس من الدرس وبعد كده عندنا قبر رفايعة جدا بنخش نشيل العصب وبعدها بنوسع المكان او بنجهزه للحشو وبنضح حاجات عاملة زي العيدان الكابريت او الماكرون ريس باجتي ونحطها جوه في الروت كنالز او جوه الجزور نفسها جوه القنال العصبية يعني وبعد كده بنعمل لها سيلنج او بنسيح الجزء ده بالنار وبعد كده بنحط الحشو البلاتين او الكمبوزت حسب النوع اللي احنا بنستخدمه والمريض بيروح ومفيش اي مشاكل خالص وان شاء الله تبقوا كلكم بصحة جيدة ان شاء الله من الحاجات المهمة او نتكلم عليها سريعا تركيبات الاسنان في عندنا تركيبات الاسنان تركيبات الاسنان في عندنا تركيبات متحركة ودي الناس كلها ما بتحبهاش لانها محتاجة عناية خاصة ومحتاجة كمان المريض يوعى فترة كبيرة جدا يتعاود عليها لكن طبعا عشان سعرها رخيص فالناس يعني فيه ناس كتير غير قادرة انها تعمل تركيبات ثابتة لان التركيبات الثابتة مكلفة عندنا تركيبات الثابتة عندنا انواع كتيرة جدا اهمها واحسنها البورسلين وفيه الهايسرامج دلوقتي وفيه الزوركونيام يعني فيه انواع كتيرة جدا لكن الحاجات المشهورة قوي هي البورسلين البورسلين ده ملوش اي اضرار خالص طالما الدكتور حضر الاسنان اللي هيحمل عليها الاسنان اللي اتخلعت بيحضرها بشكل كويس وبياخد مقاسات مظبوط وبعد كده بيختار اللون المناسب وبينركب من غير اي مشاكل لو نقلنا للجزء اللي بعده بسرعة زرع الاسنان زرع الاسنان المخرج بيقول لي ان وقتنا خلص ففي نهاية لقاءنا بنشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة وبنذكركم دائما ان الوقاية خير من العلاج ولو احنا اتبعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اكثر من 1400 سنة لولا اشقوا على امتي لأمرتوهم بالسواك عند كل صلاة استعمال السواك بشكل منتظم مع استعمال الفرشة والمعجون بيقينا باذن ربنا من امراض الفم وتسوز الاسنان متعكم الله بالصحة ونشكركم لحسن المتابعة على وعد بالقاء جديد في حلقات قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة